ألف 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 مليون مبروك فتيات الزهب بطلات لدور سيدات الكرة الطيرة بعد التغلب على الزمالك في ثلاث أشواط ريمونتادة ولا أروع كامباك ولا أروع بالنسبة لفتيات الزهب سيدات طيرة الأهلي ألف مليون مبروك وفي أقل من 24 ساعة بيفرحونا بعد المسرز وبعد رجال الكرة الطيرة الحقق وأيضا الدوري أمس طبعا يمكن على حساب برضو نادي الزمالك الحقيقة ختموها مسك بالنسبة لشهر رمضان الكريم زي ما وعدونا الحقيقة وعدوا وقوفوا والحقيقة احنا كلنا فخورين بيهم كانوا رجالة في أرض الملعب زي ما احنا دايما متعودين عليهم والحمد لله يعني قدروا ان هم يحققوا أو كمان يعوضوا اللي حصل خلال جيم تو في سلسلة داباستو ثري وده اللي احنا دايما عارفينه النادي الأهلي انه هو اكيد بالنسبة له اي اخفاق او اي خسارة بعديها على طول بييجي تصحيح المسار كابتن محمد كابتن يسرى ألف مليون مبروك الحمد لله والشنة حلوة على فتاة الدهب كابتن محمد زي ما توقعت قبل بداية المباراة الحقيقة تغييرات كتيرة جدا حصلت سواء ترتيب الدوران لكابتن إبراهيم عدد كبير جدا من نقاط احنا تنقشنا فيها قبل بدء المباراة وخلينا اقولك كابتن محمد ان احنا كمان شفنا يعني جيم ثري حتى افضل من جيم وان كمان اللي قدرنا ان احنا نفوز بها برضو على الزمالك يعني خلينا كده نبارك طبعا لفتاة الدهب وكمان تقولي ايه رأيك النهاردة في المباراة ارو حاجة مبروك للفرقة مبروك لمجلس ادارة النادي وجمهير النادي مبروك بصفة خاصة لكابتن إبراهيم ارى المباراة بشكل جاي جدا ده هم عودنا على كده زي ما توقعنا غير ترتيب الدوران غير اثنين اربعات حط تيتيانا جنب المعدة وحط دعاء في الخط التاني تعليمات قطوضحة جدا اثرت بشكل كبير جدا في النتيجة قفل كل الصغرات اللي عنده استغل كل صغرات الفرقة التانية ضرب كتير قوي من فوق ملكة من فوق ماية لعب رسالات طويلة اثرت جدا في قبل الفرقة التانية حاجات الوافع كله كان برا الشبكة شوية ادى فرصة كبيرة جدا للضريبة ان هم يضربوا في اخر الملعب لان ادفاع الزمالك متقدم قوي ارى الجنب بشكل جيد وانا بحقيه بصراحة عليه النهاردة وببارك له وببارك للجهاز بتاعه والكل اللي عبت النادي الاهلي والحمد لله الحمد لله طبعا كابتن يسرى مباراة الحياة ولا اروع اداء بطولي من فتيات الذهب شفنا 3 اشواط الحقيقة كان ليهم الكلمة العليا فيه 25-18 25-11 الشوت التاني اكيد كان مختلف ايضا عن الشوتين المتبقيين والشوت الاخير 25-19 عندنا الحقيقة عناصر كتير اوي كانت مهمة النهاردة نجمات الحقيقة ولكن خليني ابدأ معاك بالمركز اللي انت كنت تلعابي فيه طبعا يا كابتن يسرى وهو مركز الاعداد عندنا شروق النهاردة على رغم ان هي نزلت في وقت قليل جدا في نهاية الشوت الاول ولكن الحقيقة صنعت الفرق دعاء محمد ايضا عاملة مباراة قوية جدا كلمينا النهاردة